اهلا بحضراتكم في هذه التغطية قالت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية انه على الرغم من ان الاسباب الكاملة وراء بطء استجابة الجيش الاسرائيلي لعملية طفان الاقصى ربما تستغرق اشهر لفهمها ووعد حكمة نيتانياهو باجراء تحقيق الا ان التحقيق الذي اجرته الصحيفة وجد ان الجيش الاسرائيلي كان يعاني من نقص في عدد الافراد وتوجدهم خارج مواقعهم وسوء تنظيم جديد لدرجة ان الجنود توصلوا في مجموعات مرتجلة على الواتساب واعتمدوا على منشورات التواصل الاجتماعي لاستخدام المعلومات كما وجد تحقيق ان قوات الكوماندوز الاسرائيلي اندفعت الى المعركة مسلحة باسلحة تسمح بمعركة قصيرة بينما صدرت اوامر لطيار الهيليكوبتر للاطلاع على تقارير الاخبارية وقنوات التليجرام وذلك لاختيار الاهداف وربما كان الامر الاكثر ادانا هو ان الجيش الاسرائيلي لم يكن لديه حتى خطة للرد على هجوم واسع داخل حدود دولة الاحتلال ووفقا لجنود وضباط اسرائيليين حاليين وسبقين وقال الجنود انه اذا كانت مثل هذه الخطة موجودة على الرف فيما يعني فلم يتدرب عليها احد ولم يتبعه احد ونقلت الصحيفة الامريكية عن يوم عن يوم تم سامي الجنرال في قوات الاحتياط الاسرائيلية والقائد السابق للقيادة الجنوبية لجيش الاحتلال انه من الناحية العملية لم يكن هناك اعداد دفاعي صحيح ولا تدريب ولا ايضا تجهيز او بناء قوة لمثل هذه العملية بينما قال امير فيفيا العميد في قوات الاحتياط والنائب السابق لقائد فريقة غزة المسؤولة عن هذه المنطقة انه لم تكن هناك خطة دفاعية لهجوم المفاجئ مثل هذا الذي حدث في يوم السابع من اكتوبر الماضي وقالت نيويورك تايمز ان غياب الاستعداد هذا يتعارض مع المبدأ التأسيسي للعقيدة العسكرية الاسرائيلية فمنذ ايام ديفيد بن جونيور اول رئيس وزراء ووزير دفاع الاسرائيل كان الهدف دائما وضع الهجوم وتوقع الهجمات وخوض المعارك في اراضي العدو ايضا قالت الصحيفة الامريكية انها وجهت لقوات الاحتلال الاسرائيلية اسئلة من بينها ما يتعلق باجناع الضباط والجنود على حد السواء بانه لم يكن هناك خطة ورد الجيش قائلا انهم يركزون حاليا على القضاء على تهديد الفصائل الفلسطينية وانه سيتم النظر لاحقا في اي اسئلة من هذا النوع وتظهر وسائق لما يتم الكشف عنها من قبل واطلعت عليها تايمز مدى اساءة قراءة الوضع من قبل الجيش الاسرائيلي فسجلات وقت مبكر من يوم السبع من اكتوبر اظهرت انه حتى خلال الهجوم كان لا يزال الجيش الاسرائيلي يقدر ان حماس في احسن الاحوال ستكون قادرة على اختراق السياج الحدودي الاسرائيلي في اماكن قليلة فقط ايضا اظهرت وثيقة استخباراتية منفصلة تم اعدادها بعد اسابيع ان فرق حماس اخترقت بالفعل السياج في اكثر من 30 موقع وانتقلت سريعا الى عموك جنوب اسرائيل كما تضفك رجال المقاومة الفلسطينية الى اسرائيل بالبنادق الالية وقاضفات القنابل الساروخية وايضا الالغام الارضية وغير ذلك الكثير وكانوا على استعداد للقتال لعدة ايام حسب ما ذكرت الصحيفة الامريكية ويبدو ان قوات القماندز الاسرائيلية اعتقدت انهم سيقاتلون لمدة ساعات فقط وقال احدهم انه انطلق في ذلك الصباح بدون نظارات الرؤية الليلية وقال يائر اسم بخر جندي الاحتياط في وحدة مكافحة الارهاب والذي قاتل في السابع من اكتوبر ان رجال الفصائل الفلسطينية كان لديهم ميزة تيكتيكية واضحة في القوة النارية ايضا اضاف انه وزملائه استخدموا بشكل اساسي مسدسات البنادق الهجومية واحيانا بنادق القنص وتبعت الصحيفة قائلة انه كان الوضع رهيبا للغاية لدرجة انه في الساعة التاسعة صباحا اصدر رئيس جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي شينبيت امرا نادرا وطلب من جميع الموظفين المدربين على القتال وحامل الاسلحة التوجه جنوبا وعادة لا ينشط الشباك مع الجيش وقتل في ذلك اليوم عشر من نشطاء الشباك وما يزيد طين بل ان الجيش اعترف بانه نقل سريتين من قوات الكوماندوز وهي اكثر من مئة جندي الى الضفة الغربية قبل يومين فقط من الهجوم وهو ما يعكس اعتقاد اسرائيل الخاطئ بانه هجوم حماس لا يشكل تهديدا وشيكا مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرات